متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا وحب أقول لكم أن Adobe Firefly Video Generation is now available دلوقتي بقى متاح تقدر أن تتولد فيديو بالزكاء الاصطناعي من خلال Adobe Firefly وهو موجود طبعاً في مرحلة البيتا لو دخلنا على الرابط الموجود في الوصفة أسفل الفيديو هنلاقي الحاجات اللي ممكن يعملها Adobe Firefly وهي توليد image من تيكست من نص أو توليد فيديو فيه كمان تيكست توفيديو وفيه عندك image توفيديو يعني ممكن تولد من صورة أو تولد من نص فيه scene توامج وscene توامج كبيراً باستخدامة 3D shapes تقدر تعمل صور حلوة زي ما إحنا شايفين أيضاً هنا translate video ممكن أن ترفع الفيديو علشان يعمل لك translation للغة أخرى طبعاً image توفيديو تبتدي من الimage عشان تجنريد فيديو فيه translate audio إن أنت تعمل upload للأوديو علشان تترجمه للغة أخرى ده الموجود حالياً في Adobe Firefly هبتدي أدوس على تيكست توفيديو عشان أروح وأبص على إمكانياته الانترفيس بتاعه سهل جداً في الاستخدام وفيه عندك حاجة اسمها first frame وعندك last frame والfirst frame لو أنت عندك frame عايز تبتدي به الفيديو وعندك end frame أو آخر frame عايز تنهي به الفيديو بتاعك هنا الموديل وهو Firefly Video Beta ده الموديل أو النموذج اللي هو بيستخدمه Firefly باسمه Firefly Video Beta مرحلة التجربة وهنا الاسبكت ريشي والخاصة بالفيديو ممكن أنت تعمل فيديو بالطول أو ممكن تعمل فيديو بالعرض وعندك frame per second أنا حسيبه على default اللي هو 24 frame per second وهنا بالنسبة لي الكاميرا والحتة دي مهمة جداً أنت ممكن تعمل extreme close up تقرب أوي وclose up shot وmedium shot وlong shot وextreme long shot ده بالنسبة لي الكاميرا بالنسبة لي الموشن الحركة zoom in zoom out move left move right أيضاً بعض الموشنز الأخرى عندك الأدبانسد سيتنج في السيد لو فيه فيديو مشابه تاخد السيد بتاعه وتحطه هنا عشان يبقى مقارب للحركة في الفيديو مثلاً على سبيل المثال وهنا هنبتدي نجرب مع بعض الفاير فلاي فيديو موديل ونشوف من خلال فيديو 16 لتسعى الأسبكت ريشيو وهنا هبتدي الشوت سايز ممكن أخليها close up shot وأعملها move left وحبتدي describe the video like هقول a white kitten is playing with a ball at pack yard وهنا هبتدي أقوله generate ونشوف النتيجة هنا ما تقفلش البراوزر تاب بتسيبه زي ما هو عشان لو أنت عملت close للتاب هيعمل create لكل البراوزر session وكل الفيديو progress will be lost فلازم تبقى فاتح دايماً التاب ده ما تقفلهوش بزي مثلاً كلينجي آي أنا بتديت تديله أمر يولدلي فيديو فممكن نقفل أصلاً التاب وارجع لكلينجي آي مرة تانية لقيم خلاصت الفيديو بتيهاي لا مقدرش عمل الموضوع ده مع Adobe Firefly فاخد بالك قوي من الجزئية دي تم الانتهاء من الفيديو الفيديو زي ما احنا شايفين مدته خمس ثواني وما خدش مني بصراحة وقت كبير هنا قلت بتلعب بكورة من الخيط معين أنا قلت له بول عادية جداً add backyard جيدة إلى حد كبير مش بطالة تعال نجرب حاجة تانية ممكن أقول man is talking at his mobile in the street close up ممكن long shot zoom out خليزهم إن وحبتتي أعمل generate الفيديو تم إنتاجه زي ما احنا شايفين لسه الجودة مش عالية قوي دي وجهت نظري طبعاً الشخصية لسه شوية لسه قدام Adobe Firefly شوية علشان يعني أوكي الشارع حلو كخلفية الشخص واي بيتكلم في تليفون حاطت إيده في جيبه ولكن لا زي ما احنا شايفين الوجه غير واضح الحركة بتاعته اللي مفيش تصغف الحركة فلسه شوية على إنتاج الفيديو من دي بالنسبة لي التكست 2 فيديو فقالك حوالي مرتين بعد كده حيطلب منك إن انت ترقي لي Adobe Firefly Pro وأنا بصراحة شايفة وجهة نظري حتى الآن يعني إنتاج الفيديوهات مش مي بالنسبة لي أنا شايفة أنا يعني فيه كرينج AI وفي عندك Hi-Lo AI وفيهم خطط مجانية ممتازة فبصراحة يعني لكن إحنا بنجرب وبنشوف يا ترى إيه الجديد على الرغم أن أنا كنت منتظرة أداء أفضل بالنسبة لي النتائج بشكل كبير لأنه تأخر كتير أدوبي على هذه الجزئية ولكن نقدر نقول إن إحنا قمنا بالتجربة وإنت في الآخر تحكم وتقول لي رأيك في التعليقات زي كل فيديو زي ما قلتك في نهاية كل فيديو منساش تعمل سبسكرايب للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنتم متابعين الأعزاء لا تنساش لايك واشتيروا كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة